إذن البداية ستكون بوقف الحرب على غزة هذه بداية الحديث عن خارطة الطريق التي سيعرضها الاتحاد الأوروبي على كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول لجنة المتابعة العربية بما فيها مصر والأردن والسعودية الخطة يقترحها جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعد أن تأزمت الأوضاع ولا حلول جدية في الأفق هي عبارة عن حزمة أفكار تنطلق مثل ما قلنا بوقف آلة الحرب مرورا بالأمن الإقليمي وانتهاءا بإقامة دولة فلسطينية قبل بديل الاجتماع الأوروبي عبر بوريل عن تفاؤله مؤكدا أن الوقت حان لعملية السلام التي لا يمكن أن تتحقق بالوسائل العسكرية ويجب تذليل العقبات التي تقف أمام حل الدولتين الذي أصبح ضرورة قصوى قدموا مقاربة شاملة لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق عملية للسلام وبدء التحدث في حل الدولتين نريد الوصول إلى حل الدولتين وسنناقش مسار تحقيق ذلك من خلال بحث الأسباب الجذرية التي تمنع تنفيذه رفض نيتنياهو لحل الدولتين غير مقبول لأنه المعترف به دوليا ومن الأمم المتحدة وإذا كان لديه حل آخر يمكن أن يحظى بالقبول عليه أن يطرح خارطة الطريق تتضمن ثلاثة محاور رئيسية دعونا نلقي نظرة عليها خطة سلام شاملة وفيها الاستقرار الأمني للفلسطينيين والإسرائيلين للضفة الغربية جزء من هذه الخطة وضع حد للعنف وتوسيع الاستيطان فيها ثم إطلاق عملية إعادة الإعمار الجزء الثاني من الخطة مؤتمر سلام تحضيري برعاية الاتحاد الأوروبي تصدر عنه مسودة خطة سلام ودعوة الولايات المتحدة والشركاء الأساسيين للمشاركة فيه أخيرا تنفيذ خطة السلام التي تستند إلى قرارات مجلس الأمن مع وضع ضمانات أمنية قوية للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وتبادل الاعتراف بين الطرفين